اشتركوا في القناة المتابعين الكرامة التحديات تستمر والاشواط تستمر على ارضية هذا الميدان حيث اعلنت انطلاق شوطنا العاشر في المجموع الذي يحمل تحديات البكار المهجنات الاصائي للمسافة هي الاربع كيلو مترات تحمل في تحديات هذه الاسماء الحاضرة في هذا الشوط نبدأ مع المركز الاول ومع مقدمة هذا الشوط حيث نرى الوضع حمد بزالم بزليم الاكتبي من يقدم الوضعية على المركز الاول ومن المركز الثاني منك الوصول في هذه اللحظات اللي وصلتنا مياس سعيد بخلفان من المصبح الرزي الشامسي وايضا الوصول ووصلت عياد عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي الغادمة بكل غوة وايضا الوصول في هذه اللحظات اللي وصلت في هذا الانطلاق اللي هي قصوة راشد بن سرداع بن عبيد الاكتبي من يقدم لنا قصوة في هذا الشوط وايضا واصلها فزع محمد بن صابر بن سعيد بن صابر الاكتبي على المركز السادس وغيرت إلى المركز الثالث بالفعل بالأداء الجميل وايضا الوصول في هذه اللحظات من شعارك هناك الوصول أيضا من الجانب ليمن طماعة عبد الله بن سعيد بن حميد الهائري من يتواجد الهاجري بالفعل من يتقدم بهذا التقدم الممتاز وايضا شعارك يا برويس غادم على المركز الثامن مع منصور راشد بن سعيد بن حميد بن خليفة الاكتبي الغادم بكل غوة على المركز الثامن والمركز التاسع على الوصول في هذه اللحظات من مرغم سالم بسعيد بن حميد من الحميدية الاكتبي الغادم بكل غوة وعاشر المراكز هناك إسرار محمد بن سلطان بن بطر بن مرغان الاكتبي الغادم بكل غوة لكن نعود نعود إلى الصدارة إلى التحديات الأولى إلى مياسة إلى مياسة العود بالفعل إلى انطلاقها المميز مع صدارة هذا الشوط سعيد بن خلفان بن مصبح الرزي الشامسي الشامسي مع المركز الأول ولكن ممثل المدام يقدم لنا أعياد يقدم لنا أعياد الغادمة بكل غوة أعياد عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي وأيضا بن صابر غادمة مع انطلاقة فزعة 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 محمد بن صابر بن سعيد بن صابر الاكتبي الغادمة بكل غوة وبن سليم غادم بن سليم غادم مع الوضيحية مع الوضيحية حمد بن سالم بن سليم الاكتبي وصلت وصلت منصورة تبحث عن الانتصار راشد بن سعيد بن حميد بن خليفة الاكتبي وأيضا الصعب غادم مع المركز الخامس هناك أول مركز السادس وواصل مع اسرار محمد بن سلطان بمطر بمرخان الاكتبي وأيضا كون سعيد بن سهيل بدليوي الاكتبي الغادمة بكل غوة وأيضا المقعودي غادم مع العاصمة سعيد بن عتيج بن سعيد المقعودي الأفلاسي الغادم بكل غوة وأيضا الوصول في هذه اللحظات من قصوة واصلة راشد بن سرداح بن عبيد الاكتبي الغادمة بكل غوة وأيضا الوصول في هذه اللحظات اللي وصلتنا سلسبيل الال بن محمد بن طراف المنصوري لكن البداية هو مقدمة هذا الشوط يا سلام على الانطلاق الأول على الاندفاع الأول مع المركز الأول هذه مياسة سعيد مخلفان بن مصبح الرزي الشامسي وأعياد غادمة أعياد غادمة مع المركز الثاني مع المركز الثاني وكون سعيد بن سهيل بدليوي الاكتبي غادم مع كون على المركز الثاني بلاده الجميل وأيضا الوصول بن صابر واصل مع فزعة محمد بن صابر بن سعيد بن صابر الاكتبي الله 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 الكيلو الأخير كيلو التحديات الكيلو لما بعد الكيلو الكيلو لما بعد هلناموس بالفعل والصدارة مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول مع كون وما بين كون وما بين مياسة وأعياد غاد مع المركز الثالث غاد مع المركز الثالث ولكن كون كون والرزي الرزي مع مياسة هنا سعيد مخالفان بن مصبع الرزي الشامسي 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 ولكن كون 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 مع المركز الأول مع مقدمة هذا شوط سعيد بن سيل بدلوي الاكتبية راحة مع المركز الأول راحة مع مقدمة هذا العصاف الأبطان العصاف الأبطان بدون أي توامر مع المركز الأول ومع مقدمة هذا شوط الله سلام 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 يا براشد سلام على هذه العروض ليتقدمها كون مع المركز الأول مع المركز الأول سعيد بن سهيل بدلوية الاكتبية شكرا يا عبدالغادر من يتابع كون في هذا الانطلاق المبتاز في هذا الأداء الجميل وشكرا أيضا يا راشد والناموس يا راشد يا بن سعيد يا بن سهيل يا بدلوية الاكتبية على هذا الفوز والانتصار لحظات الوصول لكون معلنة الفوز والانتصار للمركز الثاني وصلتنا مياس سعيد بن قلفان بن مصبح الرزي والمركز الثالث عياد عبدالعزي بن سهيل بن كليب الكتبية المركز الرابع هناك العاصمة لسعيد بن عتيجة المقعودي والمركز الخامس وصلتنا بالشه حمد أو سلطان بن علم سلطان بالهناوي التوغيد 6 دقائق 22 ثانية تهانينا والناموس